امي الكل سكت فجأة لازم نبعد عن هاي المرة نرجس لأنه ما رح تحل عنا يعني على أساس نحنا قاعدين هون بكيفنا استلمت قصتنا مجنونة نظامي نرجس عيب تحكي هيك انتي مرباية منيح يا ست آسيا معرفتك وكمان عم تتمسخري علي زواتيها امي في عندي سؤال إليك بس وعديني إنك تحكي بصراحة ليش أنا قامتة كذبت عليك يا بنتي يلا اسأليني امي انتي برأيك ليش أبي يبطل يرجع على أنطاليا انتي ليش برأيك بشو عم تفكري ما بعرف حساته ضل هون كرمالنا بعد ما أنا رجعت له الطوء وحكيته بطريقة ممنحة أي طوء هاد يلي جب لي يا أنا وصغيرة شبه؟ أنا معاد البسته لما عرفت إنه بده يروح قررت إني أعطيه وقلت له ياخده بس هلأ حاسي إنه بده يانا نسامحه ومو هيك؟ يمكن ضل هون من شان يشوفنا وقت أكتر أمي ما بتوقعنا رجس أبوكي في عنده عائلة تانية إذا ضل هون بيكون ضل كرمالهم نحن مو عائلة ولو كنا هيك ما كان تركنا أبداً صاح؟ أي صاح أمي؟ معيك حق ما كان تركنا يلا أمي لنشوف أجور أنا ما فيني ضل هون طيب لك أنا ما عم أفهم ليش هيك أنتوا عم تعاملوا معي ولا واحد فيكن قال تعالي يا زاهدة عادي وفهمينا شو اللي عم بيصير هون لك أنا حاسة في مصيبة من ورا هاي المرأة لا تردي على هالحك يا آسيا عم حاول هدية بس هي كتير عنيدة بعرف إنه مو سهلة عليكي لا تخافي أنا ما اهتميت آسيا فينا نحكي شو فيه جمال شو بدك مني؟ أنا حاسس حالي ضايع ما كنت رح أسألك لو ما حسيت فيه شي بس بصراحة أجور خاف كتير وقت شاف الشرطة شو القصة فاهميني؟ عن أي قصة؟ عن شو عم تحكي أنت؟ آسيا أنا كمان شفته وشفت ردة فعلك لما طالعت زاهدة السكين أنت كمان خفتي كتير لهيك بدي أعرف شو صاير معكم أنتو بصفتك شو بقى؟ أنت ليش عم تسألني هلأ؟ تركني بحالي جمالي؟ بترجاكي اللي هتعملي هيك آسيا القصة أني إزعلت كتير وقت شفتك أنت والولاد خايفين عن جد عم بحكي خبريني إذا في شي لازم أعرفه تعالوا خلينا نكمل الحكي بقى ليكي آسيا بعرفك مني أنتي وبنتي بفهم عليكم من نظرة عيونكم أنا فهمت آسيا بعرف إنه في شي مخوفكم ليش أنت مين بفكر حالك يعني؟ عم تعمل حالك بتفهم علينا من نظرة عيوننا نرجس ما عادت هديك الطفلة اللي تركتها ورحت نرجس كبرت وصارت صبية وإنت ما بتعرف عنا أي شي بنوب وإنتي؟ فكرة ما بعرفك؟ حبينا بعض من لما كان عمرنا 17 كبرنا سوا تحكنا وبكينا سوا أنا بعرفك كتير منيح أنا مو البنت اللي بتعرفها جمال أنا هلأ مع حدا تانو أنا متزوجة عم تفهم؟ تركني بحالي ما في تروحي حكيلي قبل ما تروحي أجور ولد صغير وخاف لأنه حتى أحمد بيخاف من كتير قصاص بس أنتي ليش خفتي؟ أنا ما خفت أبداً وأنتي عم تتخيل هاد الشي لا تضايقني أكتر جمال وإنتي ليش بطلت تسافر إلي؟ أه؟ ليش ضليت؟ ليش ما رحت؟ شو صار؟ مهتمة كتير؟ مو على أساس بطلت همه؟ أنا سألت لأنه معد متحملة شوفك أكتر من هيك بعيد عيونك عم يقولوا غير هالكلام أنتي سألتي لأنك مهتمة بدك يعني أقول أني ضليت كرمالة مو هيك آسيا؟ جمال أنا مو طاي أشوف الشك ولا ثاني وحدك وهلأ أروح لعند مرتك وإبنك وتركني بحالي آسيا شفتي لي جمال شي آسيا شبكي ليش رتعبتي؟ شفتي لي جمال وينه؟ ما رتعبت طلعتي بوشي فجأة لا ما شفته آه طيب ما شفت ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة